السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا جماعة شو الأخبار إن شاء الله تمام والله مستحي يعني أطلع بوجهي مستحي منكم يعني وخجلان من نفسي لإني يعني قاطعكم باليوتيوب فعشان هيك قلت خلاص بعمل الحلقة اليوم بس صوتي يعني باري تيوب بنزلش كثير فقلت يعني أنا بصير زيه بصير نزل لكم صوتي بس فكيف حالكم شو أخباركم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تمام علاوي حبيب قلبي أبو حسين أنا إن شاء الله صح ميا ميا شوفوا أختصر لكم إياها هو موسم للنسيان هكذا 2023-2024 موسم للنسيان بالنسبة إلي في اليوتيوب يعني في السوشال ميديا بشكل عام بس تتنائل الإنستجرام يعني إنستجرام وسنابشاتي يعني كنت قادر إني أقدر يعني بلشنا بداية الدار وأجد في حرب وكذا فهذا فأرجع أنزل أوكي أنا آسف المهم أعزائيان وتابعين اليوم حلقتنا حتكون لتشكيلتي تشكيلتي تشكيلتي لازم أكون طالع فيها مش متخبي إيه؟ يعني إنت تحملتني موسم كامل مش قادر تتحملني أكمل يوم ترى أنا في قطر ها والله في قطر شوفوني في قطر ليش في قطر؟ وانتفهم علي السيزون الجاي أنا حاط على نفسي ضغط راح أحرق اليوتيوب حرق سادقوني يا إخوان بالترى ما بعيش مصاري فأنا طبيعي بدي أحرق اليوتيوب حرق عشانا قدر أطلع مصاري أقسم باللام فلس قد وريكوا قدش معها في البنك معي 75 دينار ها تعالوا الله إذا بزبط أوريكوا بوريكوا لا مش هذا التلفون ها أقسم باللارات بباسم لحد هزا ما أبصله هاي باسم يحكيله شوفوا سنين سنين وسبعين دينار لسه أنا مزود 75 دينار فطبيعي أنا بحاجة إلى فلوس عشان أحرق اليوتيوب حرق فالموسم الجاي ها بسدقوني أنا حاليا في قطر قعدت تقريبا هذا 14 يوم لحد هزة بعمل في إقامة عشان بتعرفوا كلاعب كرة قدم وحاليا قطر هي يعني عاصمة كرة القدم أو الرياضة فأنا محتاج مثلا أطلع بدون فيزا وبدون هاي الإجراءات فا ها يعانوا يعام شغلات وحكوا سواء كيف حالكم؟ والله إني بحبكم سدقوني الموسم الجاي وعد خلص هذا وعد مني لكم علاو نيوز يومين يوم تنزل أنا صورت نصها بس الشباب العمل اللي معاي في نفس الشقة مش بخلينا صور وقسم بالله كل ما أجي صور بيجي وقفوا قدامي بصيروا يضحكوا ويتهبلوا حوريكم أنا حوريكم حتشوفوا يعني المهم خلينا نبلش الحلقة حلقتنا اليوم عزي المتابعين هي ايش أنا جاي تصور لا بربع حلقة اليوم هي عبارة عن تشكيلتي من 11 لاعب ومدرب في هذا الموسم يعني كيف كنت أحكيها أنا نسيت كيف كنت أحكي على اليوتيوب إخي أنت قاعد استمطقوا تغلبوا علينا اللي هي تشكيلة الموسم بالنسبة لي تشكيلة الموسم اللي أنا يعني لو أحطها بنافس فيها الجميع وطبعا أكيد بتمنى إنكم تكتبوا لي في الكومنت تشكيلتكم خلينا نشوف مين اللي تشكيلته أقوى أنا ولا أنتو تشكيلتي حتكون أربعة ثلاثة ثلاثة في حراسة المرمى ايه درسو لا بامسح شو درسو قال عصب لما قوارديولا طلعه ودخل أورتيقا وبصد تصديات بأحلامه ما حلم صدها في حراسة المرمى أكيد الفخم الذيب اللجي اللجي الذي أتى بديلا لليهودية الإسرائيلي كورتوى لونين لونين بستهل إنه ينحط بتشكيلتي يعني له شرف صراحة زلام صغير بالعمر وينحط بتشكيلتي أنا يوتيوبر ولعب كرة قدم مخضرم ولانيالو صراحة لونين بدع 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 إنه شمي بدع يا جماعة إذا لونين ما بيشارك في نهاية دور الأبطال وبيخلوا كورتوى أنا راح أزل كرة القدم خلص شو شو هالظلم اللي قاعد بصير إحنا اللاعب ترى بنتعرض لظلم جدا قوي بس محدش بحس فينا إن شاء الله يا رب جماعة السوشال ميديا يندلوا على الظلم اللي إحنا بنتعرض له كلعبة كرة قدم وينشر هذا الإشي وأنا أكيد يعني كشخصية الثانية كإنفلونسر ويوتيوبر راح أضح جرائم الكرة القدم بس دجيب الترفونسيت شو هي تشكيلتي قلوب الدفاع بالنسبة إلي روديقر الموسم هذا كثير أنا حاب شخصيته وحاب لعبه رغم إنه ألماني ألماني وسخ بس مسلم ما هو أصلا والله ما بتحتار مع روديقر هو معانا ولا معاهم ولا مع نفسه ولا هو غبي ما بتحذر فروديقر أنا بالنسبة إلي بشوفه طيقا جدا ممتاز أن يحط كقلب دفاع أما قلب الدفاع الثاني هو هوملز هوملز أنا أحطه في تشكيلتي التاريخية هوملز يا جماعة اللي بركز على هوملز بيعرف قديش هوملز زال من مرتب ولكو بايرن مينيخ ما بطيقه كان هوملز بس أشوفه أحسك زي ما تحكي نقطة بياض في مجموعة سواد فهوملز مع درطمون دو الموسم هذا إشي كثير مرتب نروح للظاهير اليمين والظاهير اليسار ممكن تنصدم تقول لي أبسر وين؟ تا مجنون؟ هقول لك لا مش مجنون كرفخال كيف عاد من الموت؟ كيف عاد من الأراغيل؟ والمعسل؟ والتحشيش؟ كرفخال؟ إيش اللي بيسوي كرفخال؟ كرفخال أنا بالنسبة إلي جدا ممتاز وبستاهل أنه ينحط بتشكيلتي لهذا الموسم جاء الثاني مين؟ جاء الثاني مين؟ شوف هو يمكن ما يعجبك ويمكن أنت تحكي لا يا بسروال هو سبب خسارة برشلونة أو اللاعب جدا مزاجي أنا باعرف أنه لاعب مزاجي ومدام غورديولا مش راضي عنه يعرف أنه لاعب فاشل مش في كل الحالات ترى عادي غورديولا مش زلمة بغلطش بالنسبة إلي كانسلو عمل موسم رتب مع برشلونة يعني واللاعب كثير سريع وكثير مهاري وكثير عنده شوية شغلات حلوة فأنا بالنسبة إلي كانسلو بشوفه بستاهل هذا المركز وبالنهاية هاي تشكيلتي يعني أنا بشوف في هاي التشكيلة أنه هي بتقدر تنفس وأنا شاف أنه كانسلو وممكن يغلبني والله آآ ممكن يغلبني وقعدة نمرد ومين تحط هيب؟ بتحس الظهير الأيسر يا جماعة هو ظهير الأيسر ولا أيمن؟ آآ 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 الآيسر الظهير الأيسر بتحس فيشي فيش حدا حاليا منيح فيش غير ديفز وديفز بشاركش وفيه ثيو بس ثيو مع الميلان يعني موسم وجد سيئ خلاص يا زلم تشكيلتي كانسلو خلاص المدرب اللي أنا راح حطه راح يضبط كانسلو يعني لما يشوف كنسله حيطرقه بالكندرة قوله يا بتحترم حالك يا بتنقل برا نروح لخط الوسط الثلاثي المرح الخرافي جدا بالنسبة لي أكيد 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 مليون بالمية رح حط اللاعب اللي رح يأخذ الكرة الذهبية وإذا ما أخذها فيعني رح نفرطها فرط إلا إذا في حالة ميسي طبعا في حال ميسي يأخذ الكرة الذهبية بعدها البيلنجهام هنا ولا حرف بيلنجهام بخط الوسط لاعبي المفضل بيلنجهام وجنبه ذيرتز ذيرتز لاعب بايري لفركوزن اللي لحد داسمش راضين يخسروا ذيرتز راجع من أصابي يا جماعة وقاعد بيشتغل هذا الشغل والله انخرافي اللاعب الأخير في خط الوسط وهل يخفى القمر الذي قام بعمل موسم جميل وكقائد جبار أسطورة كلياتنا استغربنا أنه وصل كيف هذا القائد ما بنفع أصلا أودغارد يكون قائد بعد واقعة لكزيت ولكن أنا راحط أودغارد كقائد مش كقائد لها المنظومة هو قائد الأرسنل هو أودغارد بستاهر أنه نحطه بالتشكيلة فخط الوسط عندي بيرتز بيلنجهام أودغارد ياما ياما خط الوسط عندي شغرافي ياما ولكم استعدوا أخذ فيها كأس الأردن للقارات يا جماعة أنا لسه ما حكيت الهجوم تفرج على الهجوم هزه خشل على الهجوم الجناح الأيمن أيمن؟ هو جناح أيمن؟ اللي بلعب مكان مسي في الفودن عشان يمشي لي هيك ويطرقني واحدة آيرين روبين إيش يمرتب والجهة الثانية رحص ضمك رحص ضمك كريليش لا بامسح ما أنا بدي يلاعب ما بيخسر الكرة يعملي هيك تيك 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 بعدين رجع بس لأ طبعا أكيد مش جاقريليش بالنسبة إلي هو المفروض يا فينيسيوس يا اللاعب اللي أنا يعني اجي عبالي حطه ولكن فينيسيوس كسلوكيات ما بيعجبني لاعب مستفز مع أنه شوف اللاعب المستفز مهم بالمنظومة بس يا أخي فينيسيوس ما خلاص هيك مش راكب راسي ما مش راضي ركب راسي والله ما بعرف ليش هذا الشخص مش راضي ركب راسي تحياتنا إله فأنا راح حط البلجيكي دوكو أه دوكو هتقول لي معلم فينيسيوس مبابي الشباب الطيبة حطلت لي دوكو أه يا أخي أنا بتلعب كرة قدم أنا أنا مش جاي يجي مبابي يقعد يعلي صوته علي ومش عارف ينقلع أنا رئيس النادي هون أنا اللي قاعد باختار فواحد معفن زي مبابي وواحد معفن زي فينيسيوس يغلبوني ومشاكل ومشاكل هتلف برا هتلف دوكو بدون مشاكل بدخل بلعب بعملي وي 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 رأس الحربة تبعي رأس الحربة الأسطورة مين هو رأس الحربة تبعي؟ مين هو؟ اختياري لرأس الحربة حيكون شوي مختلف ومميز وحتقول لي يا بسيرو ها ايه تخوان انت حطيته والله بس هيك بس عشان تجيب مشاهدات وهي الأجواء لا 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 اتفرج معاي على رؤوس الحربة حاليا مين هلنت؟ هلنت بالنسبة لعمره بالنسبة للأداء تبعه فهو موسم سيء رقم أنه مسجل مسجل لهداف كثير مرتبه بس بالنسبة لي لا استنى شو أنا نسيت بالمر والله الصراحة بالمر بالمر بستاهل بس فودن بستاهل كمان يعني شوف هذول اثنين المفروض يكونوا بنفس المركز بس ما بينفع واحد فيهم يلعب رأس حربة لأنه خصائص رأس الحربة اسألوني أنا كلاعب كرة قدم خصائص رأس الحربة بتختلف عن خصائص الجناح تبدك اللاعب اللي بينطق وما بينطلق حسا بالمر ممكن ينفع كرأس حربة حسوا التهديفي كثير مرتب حط بالمر لا بدك رأس حربة يا جماعة بدك تسعة مرتب يعني هو مش تسعة بدك واحد عنده حس التهديف وهذا اللاعب ما رح أجيبه من أوروبا رح أجيب اللاعب هذا من آسيا وتحديدا السعودية وتحديدا ناد النصر وتحديدا كريستيانو رونالدو أه ترى كريستيانو رونالدو أثبت للجميع إنه منشيس رونالدو هو اللي فيه المشكلة مش كريستيانو رونالدو حسوا أنا رح أحط كريستيانو رونالدو بس عزيزي كريستيانو رونالدو لازم تعرف إنه لا كلمة تعلو فوق صوت المدرب لا صوت يعلو فوق صوت المدرب اللي أنا رح أحطه هسه ورئيس النادي فبدك تكون هادي يعني هو من ضبط من ضبط الزلمة ما شاء الله عليه محترام ومؤدب بس فيه يعني شو أحيانا الناس تستفزوا هيه فهو بطلع من متصرفات مش كويسة فأنا رأس الحربة عندي كريستيانو رونالدو فهاي هي تشكيلة تتخيل معاي هيك بس أركز في التشكيلة لونين كرفخال روديقر هوميلز وكانسلو بالوسط عنا بيلنجهام وذيرتز وأوديقرد والهجوم فولفودن وانكونكو انكونكو مين انكونكو انكونكو؟ بعرفش لعب ودوكو وكريستيانو رونالدو يا الله يا الله التشكيلة تعتمقواها يا الله أتحداك تجيب لي تشكيلة أقوى منها تشكيلة منطقية طبعا فكنا من جوك يعني لا تقول لي هالند انه انه هذا واو لا تقول لي انباب انه واو ترى اللي حيوخذ الكرة الذهبية الموسم هذا لا هالند ولا كيلي انبابي اللي رح يوخذ الكرة الذهبية يا أما فينيسيوس يا أما بيلنجهام تحياتنا للجميع لايك شير سبسكرا نسينا المدرب ثواني نحنا نسينا المدرب تحياتنا لكم مدربي عشان ما نشوهش الاسم لانو أضاك داخل بسلسلة اللاه هزيمة وتشافي داخل بسلسلة اللاه فوز تشابي ألونسو ولا كارلو أنشيلوتي الاثنين بقدمو لك متعة بعد الدقيقة 87 يعني انت في طول المباراة ممكن ما تستمتع او مثلا عادي هيك صافن فاثنين بقدمو لك متعة في هاي الدقائق ولكن انا بدي فريقي هاض لما انتو تحط تشكيلتك فريقي فوس عليه فانا بدي الخبث الكروي ولسه تشافي ألونسو جديد على الساحة فراح حط كارلو أنشيلوتي نعم كارلو أنشيلوتي الخبيث رح يكون مدربي بلتشكيلتي اقنعيني كيف دك تفوز علي في هاي التشكيلة اقنعي يلا اكتب لي في الكومنت كيف انت دك تفوز علي بها التشكيلة ما هتكتر وبس أعزائي المتابعين لايك شير سبسكرايب تابعونا ضروري أن كنت تابعونا على موقع التواصل الاجتماعي والله وعد هذا والله أيه والله حتشوفوا الأداء الخرافي باليوتيوب بس يعني خلينا نعتبر أنه هذا موسم لنسيان اعتبرونا الموسم الجديد وين ما كنت أكون الموسم الجديد حتشوفوا أنه أنا بقدر أصور دوري أبطال الدار لأنه دوري أبطال الدار حيتغير ويصير إشي مختلف